جدد وزير الخارجية سمح شكري تضامن مصر مع السودان وشعبه مشيرا إلى أن القاهرة تولي اهتماما خاصا بأمن السودان واستقراره جاء ذلك خلال كلمة مصر في الاجتماع الوزري لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة الذي تنظمه مصر بالتعاون مع السعودية وقطر والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والمفاوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وذلك على هامش اجتماعات الدورة السامنة والسبعين للجماعات العامة للأمم المتحدة بنيويورك لا يزال يعاني فيه الشعب السوداني الشقيق من الكارثة الإنسانية التي حلت عليه باندلاع السراع العسكري وتكرر مصر تضامنه مع الشعب السوداني الشقيق لتجاوز المحنة الرهنة وستواصل جهدها لمساعدته وتمكينه من الحصول على ما يستحقه من حياة كريمة في دولة آمنة ومستقرة إذ إن مصر ترتبط بعلاقات تاريخية وجغرافية ممتدة مع السودان وتولي اهتماما خاصا لأمنه واستقراره باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمنها القومي